السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء معكم الدكتور محمد عبدالعزيز سالم الأساس بكليات الهندسة جامعة الملك خالد والمتخصص في هندس المواد حاصلا على البكريلوس والمجستير من كليات الهندسة قسم هندس الفلزات جامعة القاهرة والدكتوران من ولاية سان بيترس بيرج بروسا للتحادية محدثكم عن مادة علم المواد الثنين تتكون مادة علم المواد الثنين من 8 فصول 8 فصول موزعك الآتي الفصل الأول مقدمة عن هندس المواد الثاني البوليمر أو المواد اللدنة الثالث الكمبوسيت متيريال أو المواد المتراكبة الرابع البودر متاليرجي أو تكنولوجيا المساحيق الخامس السيراميك متيريال أو المواد السيراميكية السادس هو الكوروجان والوير أو التآكل والبري الميكانيكي أما السابع فهو النانفرس أو اللويز أو السبائج غير الحديدية والسامن والأخير هو السبائج الحديدية والمعالجات الحرارية المختلفة للسلم البرت الأولاني أو الجزء الأولاني من الشابطة الرقم واحد في الحقيقة هنتولى بالوصف والتحليل كل الشبائط اللي احنا تناولناها من قبل وسميناها كل واحدة عبارة عنه ففي البرت الأولاني هنتكلم عن الشابطة الأولاني اللي هو الشابطة الأولاني حنتكلم عن مقدمة تاريخية من المواد يصح ان احنا نعرف ان المواد الهندسية في الحقيقة يعني قديمة قدم موجود الانسان على الارض زي ما هنشوف بعد كده هنعرف يعني انجينيريجي ماتيريال بعد كده هنبدأ نتكلم عن تصنيف هذه المواد الهندسية تبقى لبعض المعايير زي ما هنشوفها بالدراسة والتحليل في الشبطة المخصص لها شبطة الرقم اتنين هنتكلم على تعريف البوليمر من الناحية اللغوية ومن الناحية العلمية بعد كده هنتكلم عن توصيف المواد البوليمرية وناخد typical examples من thermoblastics او thermosetting او الالاستومار اللي هي انواع البوليمر وايه هي الخاص الميكانيكية بتاعتها ايه هي التطبيقات بتاعتها بعد كده هنتكلم عن تحضير هذه المواد او تصنيعها ازاي بنقدر نتحصل عليها